السلام عليكم الاخوات سحية لكم ومرحبا بكم من بعد واحد الغياب اللي بزادي الاخوة كانوا كيسولوا فينا فاحنا رجعنا كنا محتاجين على انه نرتاحوا شي شوية بكل صدق وارجعوا لكم بواحد الدم جديد وواحد المعنوية الجديدة بواحد الامل الجديد فعلى بركة الله العودة ابتدأنا هذا الحلقة اللي خصصتكم الاسئلة والاراء دي لكم فغادي ناخد اغلب الاسئلة اللي عليهم اجمع من طرف الاخوة من فيسبوك وكذلك من الانستغرام اللي بزادي الاسئلة هادو كان فيهم تيكرار اسئلة متشابهة وكذلك عليهم واحد اجمع عندهم بزادي الالايك فغادي نختارهم اليوم دارك يسولون السؤال للاخ ناصرك يقول اخي سيمو شنو الرأي ديالك في الندوة الصحفية ديال والد رجراجي وفي مباريه الودية القادمة فبالنسبة للندوة الصحفية او الليقاء الصحفي اللي كان عند والد رجراجي موهي ما باش نلخص لكم الامور حسب رأيي من طبيع الحل انا جاتني هذيك الليقاء الصحفي والد رجراجي كان مرتب ذاك الليقاء الصحفي حتى الاسئلة اللي كانوا كانوا اسئلة بحل وحد المحور زماني ديتهم الماتش اللو والحتى المباريه ديال الاقصاء كل ماتش كان كيعود على بعض الجزئيات ولكن كسوء المباشر كيفاش وعلاش وشنو السبب الى اخرى ما كانوش اسئلة مطروحة من هاد القابل هذا طريقة اللي دير والد رجراجي ذاك النار فشاتني حسب الرؤية ديالي المتواضعة والد اختار عدناه يدير واحد الندوة الصحفية اللي يقول فيها من الاخر سمحوا لي انا اللي كانت غالط كنت كنسين شخصيا يقول سمحوا لي انا كنت غالط وقفين غلط باش نصلحه وتمشي مزيان ولكن والد اختار على انه يخرج بجي كرار كنكر كرار واحد اللي جاء الجملة وكلمة سمحوا لي انا اللي كانت غالط وقيفاش كان والد رجراجي يقال ستك النار ماشي ووالد اللي كان عارفو يعني غالبا غالبا الاسئلة كان عارفو مسبقا قال علي ما كانش عندو اه شوفة ديالو كانت باردة ماشي شوفة شاعلة كيف ما كان عارفو من والد فالوقت لما كيكونش عارف الاسئلة اللي غدا تطرح عليه يعني كيكون واجد انو يهاجم داك النرى ما كانش كيهاجم كان غالس عادي عارف شنو غادي يوقع وعارف الاسئلة اللي يطرحو اه وجاتني هاد هاد الندوة او هاد اللقاء الصحفي دير واليد غير باش الندوة الصحفي اللي جاي عمقاريب اللي تكون ديال اللائحة اللي يعلن عليها اللي خاصة بمباركة الودية دير مارس اه باش تطرح شي سؤال يقول لك احقا اراني درت واحد لقاء صحفي وجوبت علي هادوك الاسئلة اللي كانوا في الكارن بمعنى انك بحل بغايت يتبرد الطرح وصافي وبالنسبة الاسئلة اللي انقدروا نناقشو منو بعض محاور ديك النارة دار على مزراوي اللي كان عندنا تساؤل مزراوي ليش لعب في المباراة دي لجنوب افراقي فالوقت اللي راجع من اصابة من اللوه لاناقشوب، كنا نقدر على نوصر لابد رصال بليل بلان ديالنا هو يرجع في ويتهم دي فنال واALKية عند wolyd لاعب نوصر مزراوي ضد المنشخب دي جنوب افراقيه غير باش يقول لكم ويقول لنا كاملين انا را كنت عارف شنو كان ديراني تدايه وعارفه وغادي يوجد في الدور التاني واني لعبته. بيكون لي صدق شوية شوية في هادي شوية في عدم المسؤولية. علاش احنا ماشي كان سينوك باش تخسر باش نقولو لك لعبتي ولا ما لعبتي. احنا كنا كان سينوك باش تلبح. وباش تلبح خصك تلعب. العناصر اللي واجدة. فاللعاب اللي واجده راك عارفه. كان عندك يعطيت لها واجد كنت يتلعبه. هديك اللعبة دي النوصر مزراوي. اه اللعبتو باش الناس يقولو را ما اديتوش انا باش اللعبو. من الاصل من الاصل بديتي كتداف على الاختيارات ديلك اللي كانت غالطة. فاللول ديل انك اديتي لعاب اللي ما كانوش اصلا واجده. ولكن خضينا العذر قلنا احقارة المنتخب اه ما واقفش على بوفال وبفم قلتي. قلتي باللي بوفال عندي غير كا جوكار وقلتي في الندوة الصحفية ديتو كون كان عندي ثلاثة عسرين لعاب في لائحنية ايما نديش ديتو فقط حيش عندي ثلاثة عسرين لعاب. اذا بينك كنت فاش قفو في الندوة الصحفية كتقول بي انهم اللعاب اللي انت كتعول عليهم. وخما تكونش عندي حاكيم ولما عنديش بوفال. عندي عبدي وعندي عدلي. وكنت تيق فيهم وما زلت تيق فيهم. علش سيدي جوار دافنير. وكنقول دي ما عنا دي جوار ديكسPERIENCE اللي كانوا بوفال وزياش اللي لعبوا دي كوب دافريك. اللي تاوما تقساو قبل. وباش يوزوا فاد الإكسPERIENCE بايش يوزوا فاد مستوى. وعد لي وابدي ريهزلو طوما الإكسPERIENCE فاد الاكمبيتيسون بايش انشاء الله لابشين كومبيتيسون فالفوتور لاش عندوم رتنين وعيشين سنا. دونك شسي دي جوار اللي ما زل عندوم عشر سنين فالكيب ناسون. غييت تعلمو ريكبرو. وده بايشنو الفرق ما بين تصريحات دي الواليد فاد الفترة هدي. وبا بين تصريحات دي الراشية التاوصيل اللي كانت منمور الاقصاء دي الكأس امم افراقية. مع مباراة شهيرا نيد ضد نفس الخصب اللي هو المنتخب دي جنوب افراقي وتعادل جوج الجوج. اللي من بعدها كان كيصرح راشي التاوصي كيقول لك الناوات كسبنا جيل. وهذاك الجيل اللي كسبتها خير راشي التاوصي راعتازل وهذا ميصاج الواليد. وميصاج المسؤولي على الكورة في المغرب. هذاك الجيل اللي كان كيقول راشي التاوصي كسبنا جيل وكان وجده جيل. شمستبدن من هذه الجملة? حيث ما فيهاش خدمة. فيها فقط هادرة. وهذا هادرة غير شماعة. كنسكتو بها الناس. آآ هاد الهادرة اللي قلت لي ده با اخي والد بانه انت علموه لعابة باقين صغارا نكسبوه من المستقبل. شكو اللي ضمن لنا احنا ممل في المستقبل غاد يجينا مدرب اخر يقول لنا نفس نفس الهادرة على الدلال اللي تزايدين في الفين وعشرين. شكو اللي ضمن لنا? ما ضمن لنا حتى شي واحد. ما يخصر علينا مدرب الا هذه الجملة او تاني يقول لك كسبنا جيل. الكورة كتآمن بالحاضر شنو درتي دابة. دا بحقق لي نتيجة. اما تقول لي كسبنا جيل. وهديها فقط غير ذارعة دي الفشل وكنسكتو بها الناس. هاد هم الامور اللي بكل صدق في الندوة الصحفية بينات التناقض ديال والد راق راقي عوض انه يقول لك بانني غلطتها فين غلطت ونصلح الامور ديالي ومشيوا كاملين بنفس طرح فبقين عاطينا هاله درعوتاني. هاللي ما بغيت شخصيا هي هاله درعوتاني من اللي قدرنا الاستحواذ الاسبكتد قول كانت عدنا طالعا كونتر جنوب افراقيا. جيوا يقولوا مع جنوب افريكيا ما كناش مستوى ديالنا و كنا نقدرون بيرو كتر مهد شي. جنوب زفد لزاوكازيون نت لما ماركيناش. هما جيت لهم واحدة في تقيقة ستة وخمسين ماركاوها. مما جيت ديك لكوفران. بلا ما ندرو على لزاوكازيون ديال لاخرني لعبنا بعاشرا ومشينا باش نماركيو. حك لزاوكازيون عنا. لزاوكازيون جيونا. انا مانكي دفيكا سن رياليتي. هادي سن غاليتي. لابد لستاتيسيكا ما فا انترنت مشيوا شوفوا. ليبارين يكتبوني. سبحان الله والي درق راقي في كأس العالم كنتي كتقول لنا بلي اسبانيا وبلجيكا والبرتوغال كان عندهم الاستحواذ والاسبكت تقول كان عندهم طالع وانت كتآمن فقط بالفعالية وخانت ما عندكش استحواذ ربحتي كنا معاك خاي والد. كنا تايخين فيك خاي والد. وكنا كندعموك وكنا كنقولو بأنه اه. وصل الوقت ديال اننا نعرفو ونفهمو بأن الكورة كتعتمد على الفعالية ما كتعتمد على داك اللعب الاستحواذي والاستعراضي فالاخر ضيع قفة ديال البيوت وتخرج خاسر كنا معاك. ولكن من اللي جينا الكأس امم افراقية كتقول لنا احقار اني درت الاستحواذ باش ينفعنا الاستحواذ باش نفعنا دا بالاستحواذ ما نفعنا بوالو. اذا كنت انا قد فضت طرح هذا دي الوالد ما بين والد اللي كي اامل بالفعالية الوالد كيقول لنا سيرو يشوفو في الانترنت والمواقع راح ندرنا الاستحواذ. الواقع اخي واليد درت الاستحواذ ولكن عندنا مشكلة ديالنجاعة الهجومية. انا جينا من الخار كان عندنا مشكل قدام البوطة ديالخوصوم خاصة خدمة. وباش تكون الخدمة تعطيني امل تقول لنا باننا نهافين غلطنا. الخدمون جساهدو. نكونوا تحنا مطمئنين وعندنا امل بان الفرقاء غادا تزيد تشتغل وتخدم. اما لو قينا عاطينا اللي هادرة بنستخطع اللي درناها من اللي جينا من كأس العالم. وانا كتذكرني بالنسخة دي الجامال باللماضي من اللي ده كأس امم افراقية وقاع طيال الشافاوي 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 النتيجة شفتوها اقصاء من الدور الاول دي الكأس امم افراقية اللي مرتين على التوالي. وارا مغاناش نطيحه في نفس المشكل خاصة انه عندنا كأس امم افراقية منظم في الملاعب ديال. بالنسبة لمباريات الويد ديال اللي غادي اللعبوه مع موريثاني هوا اللعبوه مع انجولا مباريات اللي مزيانة علش مزيانة بحكم انه مبقيتش انا شخصيا كنشوف بانه المباريات الويد ديال يكونوا مع البرازيل ولي كونوا مع مونتحة اللي كبير ودينو ماتش مزيان ويد ديالي توصل المباريات رسمية. كي كل مسووا ديال مغاير على المسوواة اللي قدمت في المباريات الويد ديال فمباريات الويد ديالهدف منا خاصة انده باحنا هو اننا نخدموا على اللي خاصنا نخدموا عليه ومحيط اللي ما عندناش بزاف دي اللي لدينا واحد. اللي هو اللي كان سبب مشكل دي لنا في كأس امم افراقية ده بخصنا نخدموا عليه. كان غادي يكون مبارا مع مالي. مالي طلبات على انها تلعب في الملاعب ديالها. اه الجامعة مبغتش ومن حقا. كان مشي معاهم في نفس الرأي بحكم انه اللي كان اللي جاي غادي يكون في المغرب يعني ده بخصنا نلعبه الماكسيموم دي الماتشات في المغرب. اه كذلك المنتخب دي يبغي يلعبوا معنا مباراة ولكن في اسبانيا مزيان ما اللعبوش معاهم في اسبانيا نستفدوا من نوالو دابا داخلين على كأس امم افراقي والمشروع اللي جاي خاصة نلعبوا اغلب المباراة دينا خاصة في الملاعب اللي ينصادفوا فيهم الكار فانتمنى يوجدوا الملاعب من دابا ونبدوا يلعبوا فيهم باش نولفوا يقول لعدنا واحد ملعب كار اللي يكون اللي يتقول الفرقة مولفه نبشيوا السؤال الاخر دي الاخوة واحد الصادق يقول لي ايه واش عندك مازال عندك امل في المنتخب من طعب اتحال كين امل اه بيكون اللي سيد قوله انه وهد الامل والتفاؤل خرج علينا وشخصيا الصدمة ديالي اللي كانت في الكارن هدا اللي داز اه كانت كبيرة بزاف واش كون اللي خليها تكون كبيرة هو الامل اللي كان كبير ولكن دابا باقي امل علاش بحكم انه منظم كأس امم افراقية فتيرانا ومنظم فتيرانا عدنا كامل حضوض باش نديوه حضوض كوراوية من طعب الحال تيرانات مزيانين الجو مزيان وكذلك اه هدو الدور ديانا كالجمهور مغربي نعاونون زاهمه فك الشفرة وفك العقدة ديالك اس امم افراقية حيت هذه الفرصة اللي ينقدروا نديوه فيها لم يديناش في الالكان اللي يمنظم في المغرب ما يستحيل نديوه حيته يقول لي عندك عقدة مضاعفة ما لعبتيش عليه ومديتيش اه في دول دي شنوه من الافراقية في محصار تونس الى اخيري ما قدرتش تديه في دول دي جنوب الصحراء وجبتيه للمغرب ومليسر وما تديش فهه غدا تكون كاريته وصعيبة بزاف فنبشول واحد سؤال اخر اللي كيقول اه واش كتشوف الرقراجي قادر انه يصحح اخطاء الماضي ويحاول ينوع من الخطط تاكتيكية وما يخليش الخصم عارف وحافظ لاعبنا ولا كتشوف اللي غايكمل بنفس الافكار ديالو اه بكل صدق هادش اللي قلتي اخي اه فهو اللي خاص يكون اخيم هدي خاص يخدم ويشتاغل على اللي المتعددة اه باش انه في حالة سيلا لعبنا مع فرقة وصبقات علينا نقدر اننا نرجع في المات وشفنا مع واليد عنده مشكلة هاد الخاصية بالضبط فهي مشكل اي فرقة صبقات علينا بيت ما كان قدرش اننا نرجع في المات وربحوها فخاصة الخدمة هادو الواقع وكانتوقع واش غادي يخدم عليها ولا يبقى عاطيها للهضرة فكانتوقع غادي يخدم عليها جاتوا فرصة خاصة تركيين المدربين عندهم كافة اكبيرة دبقى سكيسين الفرصة ديالهم ونقول اسمية حوسين عموتة والخدمة اللي دار مع المنتخب دي الاردن فاراكيسين الفرصة دياله حتى تصريح الاخير دي حوسين عموتة في لقاء صحفي كيقول بانه عنده حلم باش ياخذ الكعن كأس امم افراقيا فهذاك مزيانة راها تقع على والد بالخدمة اخويا لما قدرت تدير والور انا كنسينك فالدورة باش انا ندخل النافس وناخذ النافس على الكعن وهدي المنافسة الشريفة فوالد خاصة يخدم ولا بغا يستمر في المنتخب اخصو حق النتيجة ايجابية ومنها باش يبداها هي الخدمة اخيم هدي نمشي الواحد سؤال اخر كيتعلق بالموضوع اللي كي هادروا عليه الاخوة بزاف كي تساءلوا عليه اللي هو براهم دياز واش براهم دياز غادي اختار المغرب او انه يختار اسبانيا ما هو رسمي ما هو رسمي بانه اللاعب حاليا عنده عروض باش يلعب مع اسبانيا وكذلك مع المنتخب المغربي اتحاد اسباني لكورة القدم باغين دياز خاصة من اللي رجع ريال وبذكي يتقلق وكذلك الجامعة الملكية المغربية باغية براهم دياز هنا شنو براهم دياز انتجاه غادي يمشي علما انه التصريح اللي كان قبل دي الناطق رسمي باسم الجامعة اللي هو مقروف الواحد الراديو تونسي فكان كيقول بانه تواصله معاه وعطاه موعود بانه لاعب غادي يلعب مع المنتخب المغربي فده بحنا وصلنا الواحد المنعرج اخير اللي هو دي المارس يا اما يكون مع اسبانيا يا اما يكون مع المنتخب المغربي وشنو الاقرب واش اسبانيا ولا المغرب فهنغسنا نديره له واحد التحليل لعاب معطالك الكلمة ولكن الكلمة شي حاجة فقط شفاهية يعني انت شي ضامانة ما عندك انه يلعب معك هنا غادي نمشي والمغرايات واش الاغراء دي المنتخب دي اسبانيا ودي اللي كعرفهم زيان غادي يكون كتر من الاغراء دي المشروع دي المنتخب المغربي فهنا الطريقة اللي كيلعب بها حاليا مع ريال مادريد فهنا لعب مع اسبانيا رغادي يلعب بكل سيدك المستوى ديالو واعد مع المنتخب المغربي كذلك يلجأ فرغادي يلعب بحكم ان المستوى ديالو اه مزيان هنا صعيب انك تديرك توقع بكل سيدك الصعيبة بحكم انه القرار الاخير كيبقى اللعاب وحتى هو دا بيقدر يكون عنده واحدة تردد علما انه لعب فقط مباراة رسميا مع ليجي مع اسبانيا كونتر ليتوانيا جوجماتات اللي كينين عم مقارب فالداط فيفا اللي يكونوا ضد البرازيل وكذلك كولومبيا فيلا لعبهم فاسافرة اللعاب ما يمكنش لو انه انا ذاكي بالدل فهادي بوحدة غدا تخلي اللعب شك فبكل سيدك صعيب انك تتوقع براهم ديالو شنو يختار هو براسو كيف مقنرة دي بتلقى عنده واحدة تردد كمغربي والمستوى اللي فيه اللعاب كنت من اللي يلعب معانا ولو ولو القضية صعيبة خاصة انه يعيش في اسبانيا كيلعب في الريال ضغط من الاتحاد الاسباني ضغط من المدرب دي الاسبانيا كل كان غير كيلعب في دولة اخرى من غير اسبانيا مثلا بحال الحالة اللي كان فيها من اللي كان في الميلة في ايطاليا كان يكون اقرب ان انا نضغطوا عليه او ان انا نناظروا معاه ونقارنعوه بالمشروع ديانا ولكن ذا من اللي عايش في اسبانيا قادية صعيبة بديتو كتفهمت تخوف ديالي بيكون اللي سيدك عندي تخوف يقدر يمشي يلعب مع اسبانيا ونتمنوا انه يوقع على العكس بحكم انه اللعاب كوا ياري واش ما زالت عايق في الرقراقي هذا السؤال دي الاخعيمات واش ما زالت عايق في الرقراقي اه نجاوبكم بكل صدق وبلا بلا عاطفة بلا لغة خشب بلا وار اه والد رقراقي في مباراة ما صار هي ديانا في كأس العالم اخلينا منذك العذر دي الكأس عباس كادا كادا الى اخيري اه انا كنظر على امور اللي كتعلقته بالبلونجو في المات دي الفرنسا والد ما مع فرنسا فرق اللي اللي معروفة فرق اللي كتدي رد الفعل فرق اللي كتلعب عليه كونتر بزاف فرق اللي كتلعب لتحولات بزاف فرق اللي كتسافد من السرعة دي المواجمين ديوله خاصة كيليان بابي فهذا الفرق هادو وهذا الاسلوب اللي يصلح لهم وانك انت تتخلي لهم الكورة وترجع الدافع طريقة كي باش قاندك النار غير والد رقراقي الاسلوب دياله من فارق كي دي رد الفعل وكي دافع جال النهار اللي مهم كولتر فرنسا اللي هي ذاك الاسلوب مخصكش تديرو معها بالبتة وما تغامرش انك تديرو معها غلط والد ودار معها ذاك الاسلوب ديال اللاعب وخسرنا ومن اللي مسببة ديال هزيمة ديالنا هو الاسلوب اللي غيرناه كيف ما تفاجأ كاكا كيف ما تفاجأ ارسن فينجر من اللي كانوا هادوه قبل من الماتش ومن اللي يشوفوا النظام ديال اللاعب ديالنو تبدل فهذاك الماتش جزء من المسئولية كيتحمل والد وخلينا مدك شي دي الحانانة والعاطيفة ديال انه ما تنسوش خير المدربي ديال انه وصلنا للدومي فينا هذاك شي ما نحيدو لا انا ما يحيدو للتشي واحد المدربي ذاك شي دياله ويبقى لي مسجيل عبر التاريخ ولكن وش نزيدو اه من مور داك الانجاز ولا نقوم فيه مفيكسين فيه وكن 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 طب لو السلام اه من طعبت حال خسنا نزيدو وما خسناش يوقع لنا نفس الخطأ اللي وقع لنا في الكارن ديال الفين واربعة درنا فينا وقعنا مقابلين ذاك الفينال مع تونس والزاكي كادا 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 يتبعونا كوريد في الكورة. يلفقنا وحاولنا اننا نمشيو بالمعقول ديانا وبالخدمة ديانا وبالاشتغال ديانا وبالنقل البناء ديانا فرها الامر غادية تمشي مزيان. هذيك المباراة دي الفرنسا وليد كيتحمل جزء من المسؤولية. عاو تاني الامر قاش غادية مزيان. احتاجنا النار دي جنوب افراقيا. شفنا بان الفرقة ديانا من وجداش بلان بي هنا كان خاصنا نكون واج دي لذا كان نهار انطلاقا من المباراة اللي كان نقبل والاعدادية الى اخيري. زائد درنا اخطاء اللي من ناحية في طريقة دي الاختيار بعض اللاعبين. خاصة اه مزرعوي كذلك سليم املاح اللي كان كان مقتول في المباراة دي جنوب افراقي. كان ميت كيشت فركابي اصحبي وكيشت فجنابو ما قادرش تيجري. ما قادرش تيجليسي وغطي. اه وكذلك عدم اجتهاد دي لبعض اللاعبه. وهدو من الاسباب اللي خلاونا نخسره فهذا كان هادا. اه واش عندك تيقاف واليد. او هاد شي اللي اللي داز كي خليت تيقى انها تنقص. ما نقولش بانه ما عنديش تيقى. وما نقولش بانه عندي تيقى كبيرة بكل صدق تيقى دي اللي نقصعت. وباش والدي رجع لنا التيقى بالخدمة. وبالاجتهاد. ونديرو اجماع لعموتها. عموتها في كأس العرب نقصلينا التيقى ديالنا فيه كمدرب. اللي يقدر انه كتعول عليه. في كأس العرب كونطر الجزائر باش خسرنا ببيلاتيات. ولكن مع الاردن دي برجعها ديك التيقى. فاته دي بول يخصو يدير بحال عموتها. تيقى بطاعتها باش كونوا واقعين. وباش يقنعنا. يرجع التيقى ديالنا فيه باش بالخدمة وبالعمل. ويدير شي حاجة مزيانة اللي بيها. يتصالح مع الجمهور المغربي. ويأكد بانه شي اللي كان قبل فقط كابوة. وديك ساعة نقول له ذاك العضر ديالانه ربما داري روطوبة والى اخرى فهي اللي قضيت عليهم وغلباتهم. ما يعلم انني كنقول من اللي مشيت الواحد المعركة اللي هي كأس امم افراقية. رخصك تكون عارة. غدتلقى الروطوبة. غدتلقى غازو. غدتلقى الجو صعيب. غدتلقى كونش صعيب. فخصك تكون موجد لها. اما لاخذيتها كشماعة. وتقولها. ومن اللي ولا ما تمشيش. حيث اذك هو الواقع اللي هتلقى. فاتدابة خاصة. وليد بالخدمة والاشتغال والاجتهاد ومنقوش حاطينا الهضرة. باش نديروا ناتجة اللي تكون ايجابية. الاخوة ارجعنا. وان شاء الله العودة بدأت من اليوم وبهت الحلقة اللي فيها ابرز الاسئلة اللي بزاف دي الاخوة كانوا عندهم وكطرحهم اليوم اخضيتهم وحاولت نظر عليهم. ونطلقوا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية كان معكم الحاج هو من قناة مونتخاب فانز ما تنسونش الاخوة. من الدعم ديالكم خاصة انه وفش كترجاع ومن بعض غياب. لا القورية تمديل اليوتيوب يهبطك شي شوية فباش نطلعوا ونرجعوا لمكانة ديالنا فالدور ديالكم الاخوة انكم تفاعلوا. اللي كي حاول انه وكينساو كيتفادى انه ودير تعليق انت من اليوم يتشجع في سبيل انه ورجعوا لمكانة ديالنا. كذلك الاخوة اللي كينساو لايك. انتم من اليوم ستناء ما ينساواش. واللي بغاي بارتاشي انكون شاكر لي. شكر لكم الاخوة من طلاقة ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. كان معكم الحاج هو من قناة مونتخاب فانز استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.